المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله من الفضايا الجادية نقدم لحضراتكم عرض السابع الرئيسي لهذا المساء رأس اليوم رئيس الجمهورية هدري الدبيتنو أعمال أول مجلس وزراء عادي بعد تشكيلة حكومة الخامس من فبراير الماضي وكان المجلس درس واستمع لخطاب رئيس الجمهورية الموجه لأعضاء الحكومة وزيرة الإعلام النطقة الرسمية باسم الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مادلين جاالينجي قدمت محضر ميس الوزراء عقد حاز اليوم الجمعة العاشر من فبراير الفين وسبعة عشر مجلس للوزراء غير عادي برئاسة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو رأس الدولة رئيس مجلس الوزراء نقطة واحدة كانت في جدول العمل وهي تقديم حكومة الخامس من فبراير الفين وسبعة عشر رئيس الوزراء باهمي باداكي البير أخذ الحديث ليشير إلى أن يوم الخامس من فبراير الفين وسبعة عشر قدم فريقه الجديد المكون من ثمان وثلاثون عضوا وهي حكومة لم تشهد تعديلا عميقا الحكومة سجلت مغادرة ستة أفراد وتسجيل ثمانية شخصية جديدة معالي رئيس الوزراء عبر عن عزيمي شكره لرئيس الجمهورية الذي جدد له الثقة وأكد أن الحكومة تدعى الأهداف نصب عينها خاصة التي أخذها رئيس الجمهورية في أغسطس 2016 خاصة تنفيذ خريطة الطريق التي تأخذ البلاد إلى الإزدهار وأن الشعب ينتظر نتائج عمل الحكومة رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس مجلس الوزراء شكر الوزير الأول وذكر أن هذا التغيير الطفيف الذي طرع على الحكومة هو للتشجيع للعمل في زل الأزمة الحالية رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو أكد بأنه في جميع مداخلاته يشير إلى أن الأزمة ليست في تشاد فحسب إنما هي أزمة إقليمية وعالمية من ذلك طالب الحكومة بأن تكون لها الشجاعة والترابط إلى رفع التحدي وأن يكونوا في نصب عينهم المواطنين رئيس الجمهورية طلب من أعداء الحكومة بأخذ الاعتبار خاصة الإدارة الصارمة في عائدات الدولة الكفاحة ضد الرشواء تطوير كفاعات كوادر الدولة فتح حوار صريح مع كل الشركاء أخذ المبادرات والعمل بروح الفريق العمل وباستمرارية أن يكون الإعلام منهج أساسي في الاتصال من أجل إخبار المواطن بأحداث الحكومة ختم رئيس الجمهورية كلمته لأعداء الحكومة بأنهم في طريق الممكن وأن مهمة تطوير الحياة اليومية للمواطن الشاجي تتطلب الشجاعة التضامن الترابط والحوار بدأ المجلس في العاشرة وانتهى في العاشرة وخمسين وأربعين دقيقة ترجمة نانسي قنقر